أنا أمس خاطبت نفسي أيضاً هيك هذا وجدت نفسي فعلاً ذرة ذرة وأقل من ذرة أكيد على الأقل إيه بخياس مادة كمان أتحدث حتى بمعنى روحي بمقياس مادة في هذا الكون السحيق المخيف كون الأسترونوميا والكزموج الحبيثة أقل من ذرة الأرض هي أقل من ذرة فإيش أنا وإيش أنت أقل فشعرت بشعور مخيف طبعاً من الضياع للحظة لأقل من اللحظة مثل الشعور شعر بي بسكال كان يقول تروعني وتخويفني وتفزعني قال تلك العتمة والظلام والبرود الأجلي الذي يلفوها للكون كان متخيل الكون والكون اللي تخيله بيزبس كان أنا متأكد أصغر من كونه هذا بلايين المرات أنيشتاين نفسه أنيشتاين متعتوفي 1955 كان يعتقد أنيشتاين أنه أن الكون يعني القدر تبعه 2 مليار سنة ضوئية كلام فات 13 مليار سنة ضوئية 3 مليار سنة ضوئية ونصف تخيل؟ ما كان فكيف بي بسكال عاد قبل ثلاثمائة سنة؟ ما كان معرف حاجة عن الكون ومع ذلك كان يروعه ويفزعه ويخيفه هذا الظلام والعتم والبرد تربوط الشعيب على اللي بتلوك في هذا الكون وصعيح هذا فلكي هو كذلك عتم رهيب جداً ما فيه إيش السبب؟ ساحة الكون سأره رهيبه الفضاء الكوني هذا تصبح المجرات هذه كون مجرة فيها أربعمئة بليون نجم تصبح مثل حبة رمل في الكون قال لك يا أخي شيء مخيف لا إله إلا الله شيء بجنب هذا الكون فتفكر في حالك سأره مين أنا؟ مين أنا؟ مين أنت؟ مين إحنا؟ مين الأرض؟ مين كده؟ بحدينا سبحان الله في اللحظة أقل من اللحظة وأنا ماشي هيكي واعتراني الشعور المخيف بالتيه والضياع إنه إيه ما وقالت لا وغفرت ربنا في ربنا أنا ذرة نعم لكن أنا ذرة لها دول ذرة لها مدار فيها أربط تتلف فيه هذا مدار حبك وتوحيلك بشرعك وبأمرك أنا ذرة لها مكان إذا خلص فلأ كنذر لكن عندي مكان صراحة حندسيا وحيزيا عدم لكن روحيا فتصبح أنت أكبر من الكون كل صح إمام عليش قال ينسب لي وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم في السر ونفخت فيه من روحي محمد إقباليش يقول كمان يقول عن المؤمن والمؤمن حارة الأكوان فيه المنافق والكافر والملحد هذا هو الضايع له الكون وتيه أما المؤمن فحارة الأكوان وفيه قال كلها بالضعيفي فيك ليش الخاصيصة لعننا عشان يسخر إنه كل شيء بالكون ليش لأنه عندنا ما ليس عند الكون كله هو هذا كوننا قاعدين ومتسال نطرح هذه الأسئلة وبنعيش هذه المواجيد والمعاني باستمرار يا جماعة باستمرار بنعيشها أنت أوه ما تشعب على الطريق ما بتقدر تتراجع قال أصلا مش هي لديه فقط ومش نوع من الاستهوار باستر عليه فأنا شبهت من رأيش بذرة هكذا يا صح بذرة الآن ذرة حديد أمام مغناطيس بحجم هذا مثلا المصحف الشريف إيش بسلمها مستحيل مباشرة تجذب فكيف لو كان هذا الجاذب الأعظم هو رب العالمين مغناطيس الخلوب هو الله أنت ستذهب إليه بسرعة البرك وستعمى وتصم وتجهل كل ما عدان ده غلاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا